نضم إلينا من تونس بالحسن اليحياوي المتخصص في الشؤون الليبية سيد بالحسن السيد السراج قال هذه التصريحات التي تابعناها واستمعنا عليها مساء أمس فيها أعلن ما هو معلن من قبل وفيها أوضح ما هو موضح من قبل وفيها أكد على ما تم التأكيد عليه في أعقاب اجتماعات أبو ظبي ما الذي دعاه إلى إعادة إعلان ما تم التواصل إليه في أبو ظبي نعم مساء الخير أولا أهلا مثل ما أشرتم السراج لم يأتي بجديد يعني هو أعلن ما هو معلن كما قلتم بل كرر ما جاء على لسان يعني المبعوث الأممي غسان سلامة أساسا الفارق الوحيد هو أن السراج يقول هذا الكلام مباشرة بعد لقائه بخليفة حفتر ونعلم منذ البداية منذ انتلاق اتفاق الصخيرات مرورا بباريس مرورا ببالارمو أن الانقسام الأكبر موجود بين المجلس الرئاسي وبين قيادة الجيش أي بين المشير خليفة حفتر بالإضافة طبعا دون نسيان رئاسة مجلس النواب وعلي المشيري أيضا المجلس الأعلى أو ما يعبر عنه بالأربع الكبار في ليبيا ولكن الأكثر تأثيرا هو المشير خليفة حفتر قائد الجيش والسراج بوصفه رئيس الجمهورية ويمكن اعتبار المشيري تابعا للسراج كما أن عقيل صالح يساند حفتر أو يتابع حفتر ما دفع السراج إلى الخروج وإلى الحديث عن هذا التوافق أو هذا الاتفاق بين رئاسة الجمهورية وبين قيادة الجيش عائد إلى ثلاث عوامل أساسية لعل أهمها هو سعود أسهم يعني بعض المنافسين ونقصد أساسا يعني النظام القديم أو نجلم عمر القذافي سعود أسهمه في ليبيا وهناك أصوات تطالب من القبائل ومن الشعب الليبي بعودة النظام القديم يعني إطالة هذه الفترة الانتقالية منذ ثماني سنوات والفترة الانتقالية تطول في ليبيا تدفع الشعب الليبي أساسا إلى القبول بأدنى الحلول بأدنى مستويات الحلول بل تدفع الشعب الليبي إلى القبول حتى بأسوأ مكان عليه الأمر قبل 2011 وهو السبب الرئيسي الذي دفع بكل هذه الأطراف إلى ضرورة أن يتفقوا على إجراء انتخابات المرور لإستثار الدستور ثم الانتخابات التشريعية خاصة وأن المجتمع الأممي بدوره أصبح يلوح بعصى التهديد انتهت فترة الجزرة والآن أصبحت العصى مصلطة على كل الأطراف المتنافسة في ليبيا والحل بالنسبة لي يعني نعم تفضل يعني طبعا الطرفان السراج والمشير حفتر نجحا في أبوظبي في التوصل إلى اتفاق حقيقي بعيدا عن ما تم في السخيرات أو مثل ما أشرت أو باريس أو بليرمو أو غيرهم إنما اتفقا على انتخابات رئاسية قبل نهاية العام قبل نهاية العام يعني أمامنا ثمانية شهور على الأقل بالتأكيد هناك خطوات ستتم في الثمانية شهور حتى تمهيد الانتخابات سؤالي هو هل نتوقع أن نرى المشير خليفة حفتر يباشر عمله من العاصمة من ترابلوس نتوقع ذلك قريبا نعم هو قبل الوصول إلى الانتخابات الرئيسية الرئاسية يجب المرور أولا بالاستفتاء على الدستور وهو من المفروض أن يكون ربيع هذه السنة يعني في تاريخ قريب جدا حتى نصل إلى الانتخابات الرئاسية وطبعا ما يشير إليه السراج هو قرب دخول يعني أن يكون المشير حفتر في ترابلوس خاصة وأن النجم وزير الداخلية يعني الآغة والذي هو يتواجد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ أيضا يبزغ ويظهر كمنافس حقيقي على السلطة وكمنافس حقيقي يتمتع بشعبية ويحظى أيضا بدعم دولي وبدعم من أطراف دولية النافذة ونتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وهو الآن في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهو منافس جدي لكل من يسراج وحفتر باعتباره يمثل القوى الأمنية المنظمة والشرعية بوصفه وزيرا للداخلية نعم أعتقد أن الخط الأحمر الذي كان يمنع خليفة حفتر من دخول ترابلس ومن مارسة دوره وإكسابه هذه الشرعية التي يفتقد إليها أحيانا يعني الشرعية شرعية الدولة وشرعية مباركة الدولة وشرعية العاصمة بما تمثله العاصمة يعني من سلطة سواء هذه السلطة دستورية قانونية أو حتى شعبية يعني نعم قريبا جدا سوف يمكن أن نرى حفتر والسراج جنبا إلى جنب إلى جانب طبعا عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وإلى جانب علي المشري أعتقد أن اتفاق مثلا اللقاء الذي عقد في أبو ظبي يعني بالتوازي معه كان هناك لقاء لا يقل أهمية وهو لقاء دول الجوار في مصر والذي جمع تونس والجزائر ومصر ومن المعلوم أن الأوضاع في هذه الدول ليست مستقرة بنحو تام وبنحو كامل وعدم الاستقرار في ليبيا يلقي بذلاله ويلقي بالكثير من المخاوف عما يحدث في هذه الدول